إذن أقرت الجزائر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية غير المسبوقة كاللجوء إلى أنواع جديدة من التمويل وإقرار منتجات مصرفية جديدة بداية الأزمة أو أزمة الاقتصاد الجزائري تعود إلى تراجع أسعار النفط النفط يشكل نقطة رئيسية ونقطة ارتكاز للاقتصاد الجزائري 60% من ميزانية الجزائر وما يعادل 94% من عائدات التصدير مع تراجع أسعار النفط واجه الاقتصاد الجزائري العديد من التحديات ارتفاع في مستويات عجز الميزانية تراجع في مستويات أو الاحتياطيات أدى أو دفع الجزائر إلى خفض مستويات الانفاق العام وصلت إلى 16% تراجع في الانفاق العام في جزائر خلال 2017 عجز الميزانية إذا ما نظرنا إلى الأرقام 15% في 2016 الآن بعد اتخاذ العديد من الإصلاحات الضريبية وخفض الدعم على وجه التحديد نلتوقع أن يتقلص إلى 8% أما على مستوى الاحتياطيات نلاحظ أن الجزائر فقدت في الفترة ما بين مايو 2014 وحتى يوليو 2017 ما يقارب 100 مليار دولار من احتياطياتها من النقد الأجنبي الآن الجزائر بدأت تسعى إلى إقرار مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجديدة في مقدمتها السماح باستخدام التمويل الإسلامي والمنتجات التمويل الإسلامي بالدرجة الأولى المنتجات المصرفية نتكلم هنا بالإضافة إلى تطوير سوق الأسهم سوق الأسهم في الجزائر لم يزل محدود نسبيا مما يقل من إمكانية لجوء الشركات إلى سوق الأسهم للطرح جزء من أسهمها أو حتى الحصول على التمويل اللازم وبالتالي هنا لدينا العديد من الإصلاحات فيما يتعلق بتطوير سوق الأسهم أيضا كان هناك نقطة هامة وهي اللجوء للتمويل غير التقليدي للمرة الأولى في تاريخ الجزائر هذا النوع من التمويل هو التمويل الذي يسمح للبنك المركزي بتوفير سيولة إلى المالية العامة للحكومة بهدف تمويل نفقاتها أو حتى تمويل العجز الهدف كما هو موضح تمويل عجز الميزانية الذي أشرنا إليه سابقا بالإضافة إلى تمويل الدين العام الداخلي وتمويل صندوق الاستثمار الوطني لكن هناك العديد من المخاوف الجزائر أشارت إلى أن هذه الخطط سيرافقها إصلاحات مالية واقتصادية أي السماح للبنك المركزي في التمويل سيرافقه العديد من الخطط والإصلاحات المالية والاقتصادية على وجه التحديد للحد من الإنعكاسات السلبية لمثل هذا الإجراء لكن ماذا لو لم تنجح الحكومة الجزائرية في هذه الخطوات تحديات اللجوء إلى التمويل غير التقليدي في حال استخدام إصدار سيولة جديدة بالعملة المحلية ولم تذهب هذه السيولة إلى النفقات الرئيس مالية أو إلى القطاعات الإنتاجية وذهبت إلى النفقات التشغيلية سيكون لدينا العديد من الآثار السلبية كارتفاع في مستويات التضخم وتراجع في القدرة الشرائية وما ينتج عنه من تراجع في العملة المحلية وارتفاع فاتورة الواردات وبالتالي ارتفاع عدز ميزان المدفوعات الحساب الجاري وكل هذه العوامل الآن كان لدينا أيضا أن الجزائر أقرت نموذج اقتصادي جديد يقوم على هيكلة الاقتصاد بحلول عام 2030 هذه الهيكلة تركز على عدة نقاط رئيسية خفض الدعم بالدرجة الأولى الجزائر فعلا بدعت في هذا الإجراء الآن الجزائر ترى أن تكلفة المواد أو تكلفة الدعم في الجزائر يفوق الرسوم التي يتم دفعها وبالتالي هذا النموذج غير مستدام وسوف يؤدي إلى استمرار العجز في الميزانية وبالتالي لا بد من خفض الدعم تطوير الاقتصاد غير النفطي مع تراجع سعار النفط توقعات بأن تسعى الجزائر إلى تحقيق نمو بنسبة 6% خلال فترة ممتدة من 2020 حتى 2030 وما يرافق ذلك من تعزيز نظام الاستثمار الاستثمار هو المحرك الرئيسي ربما لتطوير الاقتصاد غير النفطي وهما تسعى الجزائر إلى تحقيقه خلال الفترة المقبلة موسيقى